أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند الفقرة دي مهمة جدا للنهاردة عندنا معلومات وأخبار هتسمعوها لأول مرة يمكن أبرز خبر معاه في هذه اللحظات وكان خبر مهم جدا اجتماع جرى منذ قليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الكابتن محمود الخطيب يعقد اجتماعا مع اللجنة القانونية والعمري فاروق بناء على دعوة الكابتن محمود الخطيب تم عقد اجتماع مع اللجنة القانونية بالنادي الأهلي ظهري اليوم وبحضور العمري فاروق الذي تم توجيه الدعوة اليه لحضور ذات الاجتماع وذلك لدراسة عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتسكية بالانتخابات أو في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي وبعد منقشة الموقف من كفة جوانبه وانطلاقا من مبادئ النادي الراثقة بالتمسك باللوايح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة تقرر قيام العمري فاروق باتخاذ كفة الخطوات التي يكفلها له القانون بالطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتسكية على منصب نائب الرئيس بدعم ومسندة كاملين من النادي الأهلي في كل ما يتخذ من إجراءات قانونية احتراما لإرادة الجمعية العمومية إذن هذا الاجتماع كان مهم جدا مع اللجنة القانونية وفي حضور بالتأكيد سيادة الوزير العمري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتسكية وخلاص أصبح كده الأمر رسميا العمري فاروق يقرر الطعن على عدم اعتماده فوزه بالتسكية على منصب نائب رئيس النادي الأهلي ده بالتأكيد ده بعد دراسة كافة الأمور ونتيجة أن طبعا النادي الأهلي بيدرس كافة الأمور من كل الجوانب وانطلاقا من مبادئ النادي الراسخة بالتمسك باللوايح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة ده كان خبر مهم لازم أبدأ به بالتأكيد فقرة ترند ترند الخبر الثاني وهو متعلق بكأس العالم للأندية وطبعا الموضوع ده شاغل بال الرأي العام كله جمهور الكرة المصرية بشكل عام مش الأهلوية فقط بشكل خاص نتيجة أن معاد البطولة زي ما شرحنا بالأمس متزامن مع موعد كأس الأمم الإفريقية يمكن الحمد لله الواحد كان ليس سبء من فترة من حوالي شهر ونص أو شهرين وطرحت القضية دي وحتى اتكلمت فيها هنا من خلال برنامج الترند على شاشة القناة الآلي وقلت الموعد ده هتسبب أزمة وهتعمل ارتباك في مشهد الفترة اللي جاية بسبب المباريات الإفريقية وكأس الأمم لكن كان عندي تأكيد أن الاتحاد الإفريقي مش هيعتارد لأن كلنا عارفين إلا هيحصل وإلا حصل وانا شرحت مباري حتى كمان إزاي الأمور دي بيتم إدارتها من خلال الاتحاد الدولي خاصة أنه فيه كأس أمم فبالتالي الأدهى للاتحاد الدولي أنه هو يدافع أو الاتحاد الإفريقي أنه هو يدافع عن بطولته الأساسية وهي كأس الأمم الإفريقية لكن طبعا كلكم شايفين الفترة الأخيرة الفيفا يدير الملفات الإفريقية من إيه تزد من الألف للياء والاتحاد الإفريقي سامح للفيفا أنه هي تدير معظم الملفات اعتماد كأس العالم تطوير ملف التحكيم الإفريقي اعتماد دور السوبر الإفريقي كلها أفكار الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي حلام بيعتمد هذه الأفكار وبينفذها فقط طيب إنبارح كان في اجتماع مهم جدا للجنة المنظمة المحلية في أبوظبي مع مدير المسابقات أو مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي والقائمين على الإشراف على تنظيم كأس العالم للأندية في أبوظبي خلال الفترة القادمة من 3 إلى 12 فبراير هذا الاجتماع أصفر عن الموعيد الرسمية لكأس العالم للأندية والتي تم إرسالها صباح اليوم إلى الاتحادات القرية المعنية بمشاركة أنديتها المشاركة في هذه البطولة طيب أولى المباريات 3 فبراير قدامكم على الشاشة ده جدول موعيد مباريات كأس العالم للأندية بعد اعتمادها رسميا من الاتحاد الدولي مع اللجنة المنظمة المحلية لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي هيكون يوم 3 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد ده ملعب نادي الجزيرة في أبوظبي النادي الأهلي بطل إفريقيا سيبدأ مشواره سيستهل مشواره بواجهة منتري المكسيكي ممثل الكونكا كاف يوم 5 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة زايد الرياضية هذا الملعب يسح لـ 45 ألف متفرج في اليوم التالي الهلال السعودي بطل أسيا هيلعب مع الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي يوم 6 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد كل المواعد دي بتوقيت القاهرة لأن طبعا كلنا عارفين توقيت الإمارات بعد توقيت مصر بحوالي ساعتين طيب مباريات الدور نصف النهاية هتنطلق في يوم واحد يوم 9 فبراير بمواجهة الفائز من الأهلي ومنتري مع بالمراسي البرازيلي الساعة 3 ونص عصرا بتوقيت القاهرة وفي نفس اليوم ينتظر تشيلس الإنجليزي الفائز من مواجهة الهلال السعودي مع الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية على نفس الملعب يوم 12 فبراير في ختام معاد بطولة كأس العالم للأندي دي الموعيد الرسمية اللي الحمد لله من خلال مصادرنا قدرنا نوصل لها ونعرفها بالتأكيد وده تم بعد اجتماع اللجنة المنظمة المحلية بالأمس مع إدارة الاتحاد الدولي والاتفاق على هذه الموعيد وتم إرسالها ما هو الموقف خلال الفترة القادمة؟ قلت لكم الفيفا عايز يعمل ارتباك في المشهد ومش فريق معه مسابقة كأس الأم الإفريقية وهو حريص أن القادر إن كان يكون فيها اعتزارات كثيرة عن هذه البطولة إرضاءاً للاتحاد الأوروبي والدولي